ضمن الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقد مركز الجينيف الدولي للعدالة ندوة خاصة عن واقع حقوق الإنسان في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 بمشاركة مسؤولين كبار في بعثات الأمم المتحدة إلى العراق إضافة إلى خبراء بالقانون الجنائي الدولي وجرائم الحرب والعدوان ولم يكن يتعلق الأمر بتدمير البلد فقط ولكن الكوارثي هو ما تبع الاعتداء والغزو من تدابير مجحفة وتبع ذلك عدم التحقيق وعدم مساءلة مرتكبي الانتهاكات وإن لم تحدث أي مسالة فسيفقد المجتمع الدولي مصداقيته الهدف الرئيس من الندوة كان تذكير الأمم المتحدة بالانتهاكات الجسيمة والخطيرة التي ترتكب في العراق على مدى 15 عاماً في سجون القوات الأمريكية إضافة لسجون القوات الحكومية والميليشيات المسلحة حتى بات المواطن العراقي يفقد أي وسيلة للجوء إلى العدالة وذلك بسبب غياب أدبياتها عن مؤسسات العراق الجديد في العراق فقد الفرد إمكانية اللجوء إلى سبل الجبر والعدالة لأنه لم تعد هناك هيئات يمكنه اللجوء إليها كما شخصت الندوة تقصير الأمم المتحدة وأوضحت فشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حماية حقوق الإنسان بالعراق وتحدث المشاركون عن ارتفاع وطيرة الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية ضد المعتقلين المدنيين من تعذيب وتصفية جسدية تلقي بلائمتها على تنظيم الدولة والقاعدة لدينا معلومات موفوغة بالتأكيد نحصل عليها من قبل المجتمع المدني تخبرنا بأن الناس يقتلون في السجون ويرمون في السوارع في الفجر في الصباح وبعد ذلك يقال بأنهم ضحايا القاعدة وداعش وخلصت الندوة إلى التوصية بضرورة تعيين مقرر خاص عن حقوق الإنسان في العراق يعمل على التحقيق بالانتهاكات التي جرت والعمل على محاسبة مرتكبيها كما شددت الندوة على ضرورة محاكمة القادة الأمريكيين المخططين للغزو لضمان عدم تكرار هذه الجريمة ضد بلد آخر أن مثل هذه الجريمة البشع كغزو العراق والقضاء على الدولة من دول الأمم المتحدة وإنهائها سيحدث مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر